خلاص كلها يومين ويبدأ عملاء البنك الأهلي وبنك مصر فصار في عوائد شهادات التمنتشر في المية وطبعاً أصحاب الشهادات دي دلوقتي محتارين يا طرح يستثمروا فلوسهم إزاي طب لو أنت من الناس دي ومش عارف لسه هتعمل إيه خليك معنا في الفيديو ده وإحنا نقولك تستثمرهم إزاي وإيه أعلى فوائد بتقدمها البنوك المصرية أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف إيه يا بالضبط بدأ دلوقتي عملاء البنك الأهلي ومصر اللي قدموا على الشهادات التمنتشر في المية يدوروا على أفضل فرص لاستثمار فلوسهم خاصة وإن معاد استحقاق الشهادات دي هيبدأ مع نهاية الإسبوع ده والحد بداية شهر يونيو اللي جاي ولو أنت مش عارف فالبنك الأهلي ومصر طرحوا شهادات التمنتشر في المية لأجل سنة بدورية صرف عائد شهري يوم 21 مارس السنة اللي فاتت وده بالتزامن مع يوم عيد الأم وأول موجة لتحرير سعر الصرف وكان هدف الشهادة دي هو كبح جماح التضخم اللي زاد بسبب ارتفاع الدولار قدام الجنيه والشهادة دي حققت حصيلة وصلت ل750 مليار جنيه في 71 يوم بس من طرحها دلوقتي بقى إيه أفضل فايدة بتقدمها البنوك في مصر؟ في الأول لو بتفضل البنوك الحكومية فعندك شهادة الضخار من البنك الأهلي والشهادة دي هتديك فايدة سنوية 16% لعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي و16.5% للعائد النصف سنوي و17.5% كل سنة الجميل بقى إنك ممكن تشتريها من أول ألف جنيه كحد أدنى كمان عندك شهادة الضخار من بنك مصر تقدر تختارها بعائد 17.5% وتقبضه بشكل سنوي و16% تقبضه بشكل شهري و16.5% تقبضه بشكل ربع سنوي وهتقدر تشتريها من أول ألف جنيه كحد أدنى وفيه بقى شهادة متميزة كمان من بنك القاهرة هتديك فايدة سنوية 16% تقدر تصرفها بشكل شهري أو 16.5% للعائد ربع سنوي أو 16.5% للعائد النصف سنوي أو 17.5% للعائد السنوي وهتبدأ تشتري الشهادة دي من أول خمس تلاف جنيه كحد أدنى ولو بتدور على فايدة مرتفعة فعندك شهادة للدخار السلسية من بنك نصر الاجتماعي بقى سعار فايدة بتوصل لـ 22% وهتقدر تصرف العائد في نهاية المدة كمان عندك شهادة البنك التجاري الدولي المشهورة ببرايم ودي بتكون لأجل 3 سنوات وسعر الفايدة بتاعتها بيكون 17% وتقدر تصرفه شهرياً أو 18% تصرفه سنوياً بشرط إنه مايقلش الحد الأدنى لشرقها عن مليون جنيه في بقى الشهادة السلسية بلاس ودي بتديك سعر فايدة 16.5% والعائد تقدر تصرفه شهرياً أو 17.5% يصرف بشكل سنوي بشرط إن الحد الأدنى لشرق الشهادة دي مايقلش عن 200.000 جنيه ولسه عندك اختيارات كتير من بنوك مصرية بتقدم لك أفضل عائد تضمن بي إن قيمة فلوسك ما تقلش منهم مثلاً بنك Q&B واللي بيقدم شهادة بتتروح نسبة الفايدة بتاعتها ما بين 16% سنوياً وبتكون دورية صرف العائد بتاعها شهري وما بين 16.5% وفي الحالة دي دورية صرف العائد بتكون ربع سنوياً أو 17.5% بدورية سنوية لصرف العائد أما بنك HSBC فبيقدم لك شهادة بسعر فايدة سنوية 16% وبتقدر تصرف العائد بتاعها كل شهر كمان عندك شهادة المصرف العربي الدولي واللي بيقدم لك نسبة فايدة سنوية 15% تقدر تصرف العائد بتاعها بشكل شهري و15.5% وصرف العائد بتاعها بشكل ربع سنوي والجميل أنك ممكن تشتريها من أول 5000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه عندك كمان شهادة الدخار من البنك المصري الخليجي واللي طرحها بعائد شهري ثابت ومتغير وده لأنها بتديك خلال السنة الأولى عائد 20% أما في السنة الثانية والثالثة بتدي عائد بيتحدد وفق سعر الإداء لدى البنك المركزي وتقدر تشتريها من أول ألف جنيه وكمان بيديك شهادة بسعر فايدة 16% سنويا وتقدر تصرف العائد بتاعها كل شهر بحد أدنى لشرقها ألف جنيه دلوقتي بقى قول لنا لو أنت من أصحاب شهادات التمنتشر في المية هتختار تستسمر فلوسك في أنهي شهادة اكتب لنا اخترت إيه في الكومنتات